اشتركوا في القناة طبعاً إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من الدروس اللي فاتت وتكونوا رجعتوها بشكل جيد وعرفتوا وين قد الضعف عندكم وين الشي اللي مش فاهمينه ورجعتوه وفهمتوه بشكل جيد طبعاً قبل كل حصة نقولوا واتوا معانا الورقة والقلم والآلة الحاسبة بش نبدو واحدة واحدة ونحسبو مع بعضنا ونمشو مع بعضنا لغاية بإذن الله ما تفهموا الدرس درسنا اليوم اللي هو الدرس السادس نبدو على بركة الله ونبدو بأهدافنا للدرس عندنا هدف عام نبو نتعرف عليه والهدف هذا إنه يتعرف الطالب على المعدلات الخام الإجمالية يعني نبوكم تعرفوا المعدلات الخام الإجمالية هذا كهدف عام لنا أما هدفنا الخاص فعندنا ثلاث أهداف بإذن الله وإن شاء الله نوصلوها مع نهاية الحصة هدفنا الأول أن يقارن الطالب بين الموليد معدلات الموليد أو إحصائيات الموليد وأحصاءات الوفيات هدفنا الثاني أن يستنتج الطالب طرق إيجاد المعدلات الخام هدفنا الثالث أن يوجد الطالب المعدلات الخام يعني ثلاث أهداف بنشتغل عليها مع بعضنا الأهداف هادي إن شاء الله نوصلو لها مع بعض ونبدو مع بعضنا نبدو بي المعدلات الخام الإجمالية أو المعدلات الإجمالية وفي من يسميها معدلات الخصوبة هنبدو بيها المعدلات هادي عندنا نوعين من المعدلات رقم واحد إحصائيات أو إحصاءات الموليد وعندنا إحصاءات الوفيات بندرسوا كل واحد فيهم بالتفصيل وشين القوانين اللي بنستخدموها وبنستنجوها مع بعض ونستخدموها وبنوجدوا بيها القيم اللي بنعبروا بيها عن كل الموجود عندنا نبدو أولا بإحصاءات الموليد إنجو نعرفها مع بعض تعد من العناصر الأساسية في الإحصاءات الحيوية وكذلك في تقدير عدد السكان ومعدلات النمو في السكان ولهذا تهتم بها جميع دول العالم وتستخدم في إيجاد العديد من المقيس هذا بالنسبة لتعريف إحصاءات أو إحصائيات الموليد بصورة عامة نجول القوانين المستخدمة عندنا في إحصاءات أو إحصائيات الموليد عندنا معدلات الموليد الخام اللي هو المعدل الإجمالي للموليد نقوله معدل الموليد الخام يساوينا شين بيساوي؟ عدد الموليد الأحياء في السنة على عدد السكان في منتصف السنة وبما أنه معدل لازم نضربه في ألف ما ننسوش النقطة هذه هذا أول قانون عندنا معدل الموليد الخام يساوي عدد الموليد الأحياء في السنة على عدد السكان في منتصف السنة ونضربه الناتج اللي يطلع لنا في ألف هذا باش نطلعوا معدل الموليد الخام عندنا المعدل الثاني معدل الخصوبة العام في من يسميه المعدل الإجمالي للخصوبة معدل الخصوبة العام شين يساوينا؟ هي دي ما احنا قلنا المعدلات أو النسب عبارة عن قيمتين على بعض بنقسموهم ونضربه الناتج في مية أو في ألف لو كان طالبين نسبة حنضربه في مية طالبين معدل حنضربه في ألف نفس القاعدة قاعدين ماشيين عليها معدل الخصوبة بما أنه معدل ومعدل الخصوبة العام هيكون بسط ومقام نجي نشوفوا شين فيه موجود عندنا في البسط موجود عندنا في البسط إن عدد الموليد الأحياء في السنة على عدد الإنات في سن الحمل ونضربه في ألف طبعا لازم نلاحظوا أنه عادة سن الحمل تكون بين 15 و45 سنة هذا أو هذا المعدل التاني اللي موجود عندكم نج rogue leleλ نجlassen المعدلUA اللي هو المعدل الخام لزيادة الطبيعية للسكان عندنا زيادة طبيعية كل دولة تصير عندها زيادة طبيعية للسكان في فترة معينة حددناها بسنة او بحسب الارقام اللي موجودة عندنا نبن نجيسوا الزيادة الطبيعية هادي قداش تكون هل هي زيادة زي ما احنا راغبينها ام زيادة فوق الزيادة اللي احنا نبوها او شن وضحها كيف نوجدوها الزيادة هادي الزيادة هادي او المعدل الخام للزيادة الطبيعية هو الفرق بين معدلي الموليد الخام والوفيات الخام ركزوا معنا هو الفرق بين معدلي الموليد الخام والوفيات الخام بما أنه قال الفرق بين معدلي الموليد الخام والوفيات الخام نجو نقوله المعدل الخام للزيادة الطبيعية يسوينا معدل الموليد الخام ناقص معدل الوفيات الخام هذه بصورة عامة لما بجون حولوه لقانون وقانون نسبة حيث يكون عندنا بسط ومقام في البسط معدل الموليد الخام ناقص أو عدد الموليد الأحياء خلال السنة ناقص عدد الوفيات خلال السنة مقسومة على عدد السكان في منتصف السنة وباستمرار قلنا الملاحظة احنا كيف ناخده في السكان ناخده فيهم بالتعداد في منتصف السنة لأن منتصف السنة تقريبا يصير استقرار لعدد السكان ويعطينا الرقم الإجمالي ونضرب المعدل في ألف هذا حيكون عندنا المعدل الخام للزيادة الطبيعية يعني هني كتبنا قانونين لو جاءتاكم في المسألة معدل الموليد الخام ومعدل الوفيات الخام نطلحهم مباشرة من بعض لكن لو جاءتاني أعداد الموليد الأحياء وعداد الوفيات وعدد السكان في منتصف السنة حنستخدموا الصيغة الثانية الموجودة عندنا هادو كانوا ثلاث قوانيل لمعدلات أو إحصائيات الموليد نجو ناخده مثال المثال شن يقول عندنا ودي ما قلنا الرقز على المثال شن يقول وشن في عندنا معطيات وكيف نستخدموها المعطيات هذي اللي عندنا نقول المثال واحدة وحدة المثال يقول إذا كانت البيانات التالية تمتل بيانات إحدى الدول عندنا دولة معينة أعطينا بياناتها خلال سنة 1980 فإذا كانت البيانات تمتل بيانات إحدى الدول خلال سنة 1980 فأوجد منها معدل الموليد الخام ومعدل الخصوبة العام يعني طالب مني حاشتينك طالب مني معدل الموليد الخام وطالب مني معدل الخصوبة العام وقلنا الرقز على كل حاجة فيهم وعلى كل المطلوب مننا يعني لازم تقروا المثال أو المسألة اللي موجودة عندكم بشكل جيد لإن في بعض الطلبة يقرأ يوصل لمعدل الموليد الخام خلاص يعود بالقانون هذا ويوجدها وينسى يقرأ بقيها في عندها طلب تاني فمعناها ما نبدوش الحل إلا لما الرقز على كل اللي موجود عندنا البيانات اللي موجودة عندنا مش المطلوب مننا نجو للبيانات الموجودة أعطينا عدد السكان في منتصف سنة 1980 كان القيمة هادي 42 ألف المعطى الثاني عدد الموليد الأحياء خلال سنة 1980 كان 2300 عدد النساء المتزوجات في سن الحمل في سنة 1980 كان 9400 المعطى الرابع عدد النساء في سن الحمل في سنة 1980 كان 12100 بنشوفوا شن نقدرون نستخدموا من البيانات هادي بش نوجدوا معدل الموليد الخام ومعدل الخصوبة العام وطبعا احنا قلنا من قبل وأول ما بدينا معاكم الدروس قلنا يا ليه تتخلوا عندكم مذكرة خاصة تحط فيها القوانين كل ما ناخدوا قانون جديد ندرجوا قانون جديد ضيفوه للقانون اللي فاتت بش تقدروا تقارنوا بين القوانين وتعرفوه كل قانون وانت استخدموه وتمشو على طول للقانون نجو تول لو كان كاتبين القوانين طالب مني معدل الموليد الخام نجي لي قانون معدل الموليد الخام ونجي نحطه طبعا الحل اللي هنا عندنا معدل الموليد الخام جي قال عدد الموليد الأحياء في السنة على عدد السكان في منتصف السنة ضرب ألف قيمتين مقسومات على بعض ونضرب في ألف يعني القيمة هادي والقيمة هادي نجي نشوفها هل هي من المعطيات اللي موجودة عندي ولا ولا لا لو رجعنا هنلقوا اني عندي عدد الموليد الأحياء وعندي عدد السكان في منتصف السنة يعني على طول بنستخدمهم ونقسمهم على بعضهم جينا عوضنا بعدد الموليد الأحياء في السنة اللي هو كان ألفين وثلاثمية وعوضنا بعدد السكان في منتصف السنة كان اثنين واربعين ألف قسموا الرقمين على بعض بالآلة الحاسبة اضربوا الناتج في مية بعدين شوفوا النسبة اللي بتطلع لكم طلعنا الرقم هذا 54.762 احنا قلنا لأحصى اتهمنا ان احنا نفسروا الأرقام اللي موجودة عندنا الرقم هذا شم معناها؟ معناها لكل ألف نسمة بين كل ألف حنلقى عندي معدل موليد خام يعني عندي 54 اللي هي تقريبا 55 مولود في الرقم هذا أو في الإحصائية هذه في سنة 1980 هذا بالنسبة لمعدل الموليد الخام نجي للمطلوب الثاني معدل الخصوبة العام نجي نحط قانونه نجي نراجع نرجع لمذكرتي نشوف القوانين طبعا احنا قلنا لما تجي تقرأ وتدرس كرر القانون ودكره بصوت عالي لان التكرار يخليك تحفظ القانون ومعادش تغلط فيه حتى لو كان كاتب على جنب انت لما تكره وتقرأ تلقى نفسك تلقاه احفظت القانون وميزته على طول القانون احنا معدل الخصوبة شن يقول لنا؟ قانونه يقول عدد الموليد الأحياء في السنة على عدد الإينات في سن الحمل ونضرب الناتج في مية نجي نشوف المعطيات اللي عندنا عطينا أربع معلومات المعلومة الأولى والتانية استخدمناهم نجي للمعلومة الثالثة والرابعة ركزوا على شن موجود عندك موجود عندنا عدد النساء المتزوجات في سن الحن في سنة 1980 وعدد النساء في سن الحمل في سنة 80 هذا هو اللي حنستخدموه عدد النساء في سن الحمل هو اللي مستخدموه به أو نوجدوه به القيمة وهذا اللي موجود عندي في القانون عدد الإينات في سن الحمل في اختلاف الأرقام لازم تركزوا مع كل معطا عندكم نقسم العددين على بعد 2300 على 12100 ونضرب الناتج في 1000 حنلقى المعدل اللي طلع عنا 190 فاصلة 08 يعني تقريبا عندي 190 لكل 1000 نسمة نسمة هذا معدل الخصوبة عندي العام وهذه بالنسبة للمعطيات اللي عندنا لو لاحظتوا احنا في معلومة كان عطيهانا ما استخدمناهاش اللي هي رقم ثلاثة مش بالضرورة ان كل المعلومات اللي يعطيها نستخدموها لا احنا نعرفو شنو مطلوب منا وبشنو نعودو القانون اللي موجود نعودو بيه بالبيانات الموجودة فقط يعني مجيش نقول طالب اهو عندي رقم هذا ما استخدمتاش هذا اعطيهولك من ضمن البيانات اللي موجودة احنا لو رجعنا البيانات الحقيقية حنلقوا مجموعة بيانات كبيرة جدا حناخدوا منها اللي احنا ينبوه واللي نبو نوجدو بيه القيمة المطلوبة منا فقط وهذا كان حل المثال عندنا كان تعويض مباشر زي ما شفتوا ركزوا في الارقام لما جوا تكتبوها ما تنساش سفر او تنسى عدد لا ركزوا اكتبوا واحدة واحدة وعوضوا واحدة واحدة بالآل الحاسبة وشوفوا النتائج هذه كانت احصاءات او احصائيات الموليد نجو لإحصائيات الوفيات تانيا احصائيات الوفيات قلنا احنا عندنا نوعين من الاحصائيات احصائيات موليد وإحصائيات وفية نجي تولي احصائيات الوفيات تعريفها تعد من العناصر الأساسية في الإحصاء الحيوي فهي تعطي مؤشر هام لقياس الوعي والمستوى الصحي للدولة وتعد من العوامل التي تدخل في تقدير عدد السكان ومنها يمكن إيجادها باستخدام المعادلات الآتية يعني لما نبقى نعرف دولة معينة إذا كان فيها وعي صحي أو مستوى صحي مرتفع منين نعرف من المعدلات هذه؟ لما نجي المعدلات مرتفعة معناها تمام ومرنا كلها تمام والدولة فيها وعي صحي وفيها مستوى عالي من الصحة ومن التقديرات الإحصائية والصحية العالية هذا كان تعريف نجو زي ما شفنا في أول مرة شن هي القوانين المستخدمة؟ أول قانون فيهم معدل الوفيات الخام اللي هو المعدل الإجمالي للوفيات معدل الوفيات الخام قانونة شن يساوي؟ بيساوي عدد الوفيات في السنة على عدد السكان في منتصف السنة ونضربه في ألف نفس معدل الموليد الخام كان الأول عدد الموليد في السنة على عدد السكان في منتصف السنة هذا بالنسبة لمعدل الوفيات الخام القانون الثاني معدل الوفيات العمرية شو المقصود بمعدل الوفيات العمرية يعني احنا بتكون عندنا الاعمار مقسمة لفئات معينة زي ما قلنا وشرحنا اول ما بدينا في حصر السكان وشفنا السكان وقلنا كيف بنجسموهم على حصر فئات معينة قلنا من الولادة لسن سنة بتكون فئة عمرية معينة من السنة لغاية ما الطفل يخش للمدرسة هذي فئة تانية بعدها بتجيني فئة السن المراهقة بعدها بتجيني الشباب وجيني سن العمل والنضج يعني فئات عمرية خاصة نبقوا نعرفوا كل فئة عمرية قداش معدل الوفيات فيها احنا لما نوجد معدل الوفيات لكل فئة عمرية لو كان في فئة معينة فيها معدل هذا مرتفع يعني بامكان نحنين نداركوا الموضوع ونمشوا للفئة هذي ونشوفوا شم مشكلتها من خلال المعدلات هذي القانون اللي بنوشدو به القيمة هذي شن يقول معدل الوفيات المحدد بالعمر يسوينا عدد الوفيات في السنة لفئة عمرية ما حسب ما يطلب مني على عدد السكان في منتصف السنة في عمر ما في نفس الفئة العمرية ونضرب الناتج في ألف هذا بالنسبة لي القانون التاني عندنا ملاحظة الملاحظة هذي مهمة شن تقول نلاحظ أن وطأة الوفيات للفئات العمرية الأولى والأخيرة تكون مرتفعة شن مقصد بي؟ يعني الأطفال حديثي الولادة دي ما يتعرضوا لإصابات معينة يأما تكون أمراض ويراتية من الأب والأم أو تكون بسبب أمراض معينة يصاب بها الطفل في بداية الولادة أو في السن الصغير هذا لأنه قاعد ماخداش تلقيحاته الكاملة قاعد كيف بادي يتكونوا عمره كيف بادي؟ معناها قاعد طفل صغير لازم نحافظوا عليه فإحنا لما نلقوا المعدل هذا مرتفع نجون راجعوا كل المعلومات عندنا ونجون عالجوا المشكلة هذي لو كان موجودة والفئة الأخيرة اللي هي فئة كبار السن احنا كنا نعرفوا أن في عمر معين لكبار السن يبدو يتعرضوا لأمراض معينة خاصة بهم أمراض الشيخوخة الأمراض هذي لازم يكون عندنا وعي صحي لازم يكون عندنا مستوى عالي من الصحة عندنا كادر أطباء معين نوفروا لهم خدمات خاصة بهم بحيث أن نرفعوا مستوى المعيشة للفئة هذي وبحيث أن لما ينصابوا بأمراض معينة زي أمراض الشيخوخة هذي زي السكر وضغط الدم أو أمراض الكلاة أمراض القلب لما نوفروا مستوى عالي لهم أكيد حتكون الأمور هذي سهلة جداً وبإمكاننا أننا نتغلبوا عليها ولو ما تغلبناش عليها لأن بحكم الطبيعة هتكون موجودة لكن هتكون بأبسط صورة لها وما تكونش أمراض خطيرة تأثر علينا وتأدي للوفاء بطريقة مباشرة وهذا هذي الملاحظة اللي عندنا نجو للمثال المثال اللي عندنا شن يقول إذا كان عدد الوفيات في مدينة ما في سنة ما عندنا مدينة معينة وفي سنة معينة والذين أعمارهم تقع في الفئة العمرية جي اخترنا فئة عمرية من ستين لسبعين سنة تلتمية وستين حالة عدد الوفيات تلتمية وستين حالة نحن يتوى نقروه في المثال ونمشو واحدة واحدة وكان معدل الوفيات العمرية خمسة لكل ألف نسمة أوجد عدد السكان في منتصف السنة لهذه الفئة العمرية أعطينا فئة عمرية من ستين لسبعين وجي عدد الوفيات تلتمية وستين حالة ما نقدروش نقولوا إن هذا مرتفع الرقم هذا لا لإننا ما نعرفوش جداش عدد السكان اللي موجود عندنا هو هنا يعطينا معدل الوفيات أو معدل الوفاة جي قال خمسة لكل ألف نسمة يعني العملية هنا جت بالعكس جي أعطينا المعدل وعطينا حالات الوفيات أنا بش نعرف إذا كان المعدل هذا كبير خمسة لكل ألف طبعا مش زي دولة فيها مليون زي دولة فيها عشرة مليون لما يكون عشرة مليون المعدل هذا بيرتفع لكن لما يكون مليون أو بينخفض بأسفا لكن لما يكون مليون ونجي نقولك بين كل خمسة في الفئة العمرية هذه بين كل ألف بيموت خمسة يعني رقم كبير نوعا ما معناها لازم نشوف قداش عندي عدد السكان كان في منتصف السنة وهذا المطلوب مني في الحالة هذه مطلوب مني عدد السكان في منتصف السنة نجو للحل شن هو القانون اللي يجمع لي بين معدل الوفيات وبين عدد السكان وبين حالات الوفاة هنالجوا القانون اللي هو معدل الوفيات المحدد بالعمر وبيسوينا عدد الوفيات في السنة للفئة العمرية على عدد السكان في منتصف السنة لو لاحظنا هنا شن عطينا؟ عطينا معدل الوفيات المحدد بالعمر هذا المعدل اللي هو خمسة لكل ألف عطينا عدد الوفيات في السنة للفئة العمرية طالب مني عدد السكان اللي موجود اهناي كيف نديره بش نوجد عدد السكان طبعا نبدل اماكن المعدل بيكون اهناي وعدد السكان بيكون اهنايه ونوجده عدد السكان بشكل طبيعي جدا نجي نكمله الحل اللي عندنا ولا القانون يقول عدد السكان في منتصف السنة للفئة العمرية 60 بين 60 و 70 عام بساوي الرقم اللي موجود عندي الحالات الوفيات قداش كانت عندي 360 على المعدل خمسة لكل الف نضرب في الف انقسمه 360 على خمسة ونضرب في الف حنلقى الناتج انه عندي 72 الف نسمة يعني بين كل الف من 72 هادي عندي خمس حالات وفايات يعني تقريبا لو كان ضربنا خمسة في السبعة لو كان قسمناهم لمراحل او 72 حيكون الرقم المزبوط اللي عندي قداش حالة وفاة بالزبط بالعدد الاجمالي لكن طالب منا فقط عدد السكان يعني نقدروا نعتبره ان المعدل الخمسة هذا يعتبر معدل تمام ما هواش معدل كبير هالبا يعني 35 حالة تقريبا او اكتر شوية وفايات بين الرقم هذا في الفئة العمرية يعني هنا يدل على ان المستوى الوعي عالي بالنسبة للدولة هادي اللي يواخدين المقييس منها طبعا عزقنا الطلاب درسنا لليوم انتهي وصلنا لنهاية القوانين الموجودة عندكم في الكتاب وطبعا بإذن الله هتكون في الحصة الجاية مجموعة مسائل لسنوات سابقة حراجعوها مع بعضنا لكن انتبهوا انكم انتم لازم تراجعوا المسائل والقوانين اللي عندكم تحفظوها بشكل جيد اتقارنوا بيها بشكل جيد بعد ما تقارنوا بيها بشكل جيد بإذن الله مش هتكون عندكم اي مسألة واقفة قدامكم وحتحلوها مباشرة خصوصا ان الحل في الجزئية هادي من الكتاب عبارة عن تعويض مباشر في القانون وان شاء الله تكونوا موافقين في حصتكم لليوم واستفدتوا منها ونتلاقوا ان شاء الله على بركة الله في الدرس القادم اشتركوا في القناة